موسيقى مهمة الموسيقى بحياتنا غسان وانت شخصيا يعني غسان يمين بتركز على قداء همية الموسيقى بحياتنا أنه نكون منعرفها كثير منيح نتعرف عليها ونختار منها يلي بلائم ما يمكن شخصيتنا أو بلائم موهبنا كمان أوقات ولكن يوميا مهمة الموسيقى أكيد أكيد يعني مين ما بيحب الموسيقى ومين ما بيهتم بالموسيقى ومين مش كل يوم بيسمع موسيقى ومين مش كل يوم بيرندح وبيغني إن كان تحت الدوش أو بالسيارة أو بعجقة السيارة هذا بتأثر على الشخصية والنفسية والنهار والأداء والتواصل أكسيجان موسيقى هي أكسيجان بكل بساطة يعني وفي موسيقى مأزية بس مأزية ما بعتقد ما بيظن في موسيقى مأزية مش صحيح مش صحيح هذا الشيء أنا ضد هيدا الفكرة كلية موسيقى شيطانية وموسيقى ما بدلو شو أنا أنا لا مش هلقدي أنا عرفت لا بس في ريتما وقد بيكون كتير قوي يمكن ما بيلاقي من النهار أو ما بيلاقي من الوقت كمان ممكن يكون عمدي دي كل واحد عنده زوقه عرفتشو أنا بيحترم كل الأزواء وبقول إنه كل ستايلز الموسيقى موجودين كل واحد بيختار البدوية يعني بكل بساطة موسيقى موسيقى شو رح تتضمن هل فكرة موسيقى أول شي في شغل كتير مهمة أنه أنا بدي أعتذر من الجمهور اليوم أنه ما نطلقنا اليوم بالروبريك لأنه صار في معنى شي غير متوقع جد علينا بقى الأحد الجاي رح نطلق بموسيقى كفقرة سابتة بألايف اليوم رح نعرف عنها بالزبط الهدف منه أول شي ليه موسيقى لأنه حسيت من أنا من وجباتي كغسان يمين أنه أقدر هالمعلومات اللي عندي إياها والخبرة اللي عندي إياها وخاصة بمجرد ما أني رئيس معهد للموسيقى والفنون يعني كل هالبوتانشل اللي عندي إياه هيدا نخطه بتصرف الجمهور اللبناني ونبلش نعطيه معلومات نفهموا أكتر شو الموسيقى شو هن ستايلز تبع الموسيقى يعني هيدا الهدف الرئيسي تبع الموسيقى هيدا الشي المهم هلا سيكون بدك تغير بالتفاصيل بالتفاصيل أكيد هلا بكل حلقة بكل أسبوع يعني كل نهار أحد رح ناخد تام معين رح نحكي عنه هلا هيدا التام بقدر يكون يمكن نحكي عن كومبوزر عن مؤلف موسيقى فينا نحكي عن آلة موسيقية فينا نحكي عن ستايل موسيقى بقدر يكون الكلاسيك أوبرا فانك جاز بوب موسيقى شرقية موسيقى دي مود يعني رح يكون كتير منوع الموضوع بس كل بكل حلقة رح يكون في عنا موضوع معين رح نحكي عنه والشي اللي كتير مهم بالموضوع وهيدا الشي اللي فعلا لأول مرة بيصير في لبنان عالتليفيزيون انه هالبروغرام هيدا رح يكون فيه live music كل أسبوع تقريبا يعني رح نحاول انه هالتام اللي عم يحكي عنه تما نحكي كله نظريات لانه مش هيدا الهدف أبدا يعني ما رح نعمل محاضرة كل جمعة يعني أنا المحاضرات بعملها برات لبنان بعملها بجامعات بعملها مش هيدا الهدف أبدا تمام ميوزيكل رح يكون ميوزيكل رح يكون بروغرام كتير قريب للناس رح نحاول كل أسبوع به هالمحتوى العني به هالفقرة هيدا انه كل سنة كل مش كل سنة كل أسبوع نعطيهم شي جديد يكونوا نتلاكوه كمعلومات رح يكون عنا إليت موسيقية ورح يكون عنا أصوات كمان أكيد أكيد يعني نحنا هلأ مثلا الأسبوع الجاي رح ننطلق بالمبدأ أول تام رح يكون رح قارن عنه من اليوم رح نخلي مفاجأ للناس رح نحكي عن تنور صوت التنور الحلوة بالموضوع كمان أنه هالموسيقية أو هالمغنيين اللي رح يكونوا موجودين في ناس من لبنان نحنا نعتزز فيهم نفتخر فيهم أكيد من إيكول دي زارغة الثانية مين يمكن يكونوا من برات إيكول دي زارغة الثانية مين وكمان رح يمرق معنا خلال السنة دوف من الخارج يعني موسيقية معروفين من الخارج يعني فعلا رح نسخر كل الكونتكتس اللي عنا إياهون كل المعارف كل اللينكس اللي عنا إياهون مع بره كمان لها الفقرة ميوزيكل دونك رح نستضيف كمان أرتس مهمين من بره لها التي يعطونا خبرتهم أكيد كتير مهم أنه نكون عم تعرف على أنواع الموسيقى وقت موسيقى نكون منحبها بس ما نعرف فعلا يعني حقيقتها أو كمان نقدر نتعمق فيها أكتر وأكتر ونتعرف على أفنانين أجانب ونكون متابعين وكل شيء بس كمان أهم شيء نكون عم نعرف قدي فيه بلبنان من مواهب كتير كبيرة صحيح عم تروح صوب العالمية قبل ما تمرق على دينينا وعلى مسمعنا قبل ما نحن نعرف فيها عم تدهر ضغري من من لبنان كمان مهم إن كنا هذا كتير صحيح عم تقولي كاتيا ونحن منحاول أول شيء كأكل ديزار يعني نحن منجرب قد ما فينا دجاء وقت الطالب بيكون عنا أنه نجرب قد ما فينا يعني بواسطة هالإنترناشنال أفلييشنز اللي عنا إياهن نحن شو كان الهدف منه بالأساس أنه نخلي هالطالب اللبناني أول شيء ما يضطر يروح لبرة يتخصص يعني نعطيه نحن نفس التعلم اللي بيأخده بالموسيقى أو بالفنون اللي بيأخده بأمريكا أو أوروبا نعطيه إياها بالمعهد عنا ومن نهاية نقدر نخلق سوق عمل عرفتشو؟ هذا السوق العمل هو اللي عم نحاول مع الوقت نخلقه مهمة منا سهلة بس بعتقد أنه مع الوقت رح نقدر نوصله وعم نقدر أورادي يعني نخلق فرص عمل إذا بديك أنا أكيد ما عم بقول أنه الموسيقى أو الفنان ما لازم يظهر لبرات لبنان ضروري يعني أنا تخصصت بره وبعدني يعني كل شهر بسافر أسبوع عندي بالشهر لبره كرميل تايكون يعني كرميل سامنرز ووركشوبس بعطي محاضرات وترقس جوريات بره يعني الانفتاح للخارج مهم بس نحن بهمنا أنه هالموسيقى اللبناني لأنه في عنا مواهب كبيرة أنه نقدر نخليه أول شيء ينطلق من لبنان أول شيء ويعطي هالموهب اللي عنده يعني يخلي لبنان يستفيد منها بقى هذا الشيء كمانا بطروجرام ميوزيكل رح كمانا نخلي الجمهور اللبناني والأكيد اللي رح يحضر ام تي في بالخارج كمانا أنه يكتشف مواهب لبنانية الناس ما بتعرفها يمكن مواهب شابة يمكن مش كتير شابة بس الناس ما بتعرفها إن كان بالعزف إن كان بالتقليف بالغناء يعني بكل هالقصص رح تكون موجودة بدوم الميوزيكل يعني أنا عن جد بوعد الناس بشغلة بعد ما صار منا بلبنان هذه ستكون يعني يعني إن شاء الله نقدر هالجمهور اللبناني نشده لهذا الموضوع ونقدر نفيده لأنه هذا الهدف بالنهاية رح يكون ريبريك رح تكون كتير لذيذة فيها معلومات صحيح بس ما فيها وعز وما فيها شرح يعني مش حلو الأجانب يكونوا عم يعرفون على أصوات ويقولوا هيدا من عندكم ونحن معنا خبر بالضبط حالو كتير أنه ممكن نحن عم نتعرف على الأشخاص وقات كتير يمكن منحضر كونسار ومنقول أو منسمع حتى سيدي أوقات لأنه في كتير جهود فردية عند المواهب الشابة باللبنان نسمع سيدي ومنقول واو شو هالصوت الرائع نكتشف بعدين أنه لبناني يعني الأفضل أنه تكون الشغلة يعني متبلش صحيحة هيك مش عم متبلش صحيحة هيدا هدف ميوزيكل هيدا هدف ميوزيكل بعدين هناك شغلة كتير مهمة الأحاكات أنا عن الناس موجودين بلبنان كمان سيكون في مسئية لبنانية عايشين برات لبنان كمان رح مستضيفهم بميوزيكل كمان مهم نحكي عننا فإذاً رح يكون معك كل أحد كل نهار أحد يعني بالمبدأ حوالي 11 أو 11 وربع هلأ حسب بتختلف القصة حسب موعد الإداس والقصة بس بنوعد الناس أنه نهار الأحد بين 11 و 11 وربع بعدين هناك شيء مهم رح يكون فيه تواصل مع الناس يعني رح يكون فيه حلقات معينة الناس رح تقدر تطرح أسئلة على الهواء يعني كل شخص يمكن أهالة لميز يمكن طلاب على وقع بأي طريق التواصل بالزبط رح يقدر يسألوا الأسئلة اللي بفكروا فيها اللي ممكن تختار عبارهم شو ما كانت إن كان بإيميل أو باتصالات مباشرة أو على فيسبوك أو على تويتر يعني رح يكون فيه تعدين للإيجابة مباشر أهلا وسهلا فيك غسان وإيجابا إلى MTV Live نعطيناك كل نهار أحد شكرا